تبحث هذه المرأة منذ خمسة أشهر عن أخيها المعتقل دون أن تتخذ إزاءه أي إجراءات قانونية ودون السماح لذويه بزيارته أخي مسجون من 13 رمضان خد من أمام سوق الحجاز إلى الآن ما ندريش أشي قضيته نروح لطالب زرته مرة واحدة بس في بداية شوال زرته وإلى الآن لا اتصال ولا أدري عاده هل موجود في السجن هل رحل لمكان تاني ما أدريش الآن خمسين يوما إن شاء الله يخربوا الكثير من أسر المسجونين حضروا الوقفة الاحتجاجية التي أقامها ناشطون حقوقيون لمطالبة السلطات بالإفراج عن المعتقلين دون مسوغات قانونية بالإضافة إلى تفعيل منظومة القضاء من هذا المكان نحن نطالب الأجهزة الأمنية في محافظة عدن بأن تكون خاضعة جميعها لمديرية الأمن في محافظة عدن بقيادة شلال وكذلك محافظة عدن وإخضاع كافة هذه القهات إلى مديرية الأمن من أجل معرفة مصير هؤلاء السجناء ومن أجل إخضاعهم لمحاكمات عادلة يحقق معهم كذلك ننادي بكل القضاءات وعضاء النيابة للقيام بواقبهم لا إحصائيات متاهة عن عدد المعتقلين والمسجونين في ظل تعدد الأجهزة الأمنية وبقاء مصير الكثير من المحتجزين مجهولا هناك قوةين على أرض الواقع قوة الحزام الأمني والتي مسيطرة على بعض الأجهزة والمرافق الحكومية من ضمنها مصرحات السجون وهناك القوة الثانية لإدارة الأمن لتابعة الوزارة الداخلية بقيادة مدير الأمن شلال ورئيس اللقناء الأمنية المحافظة الزبيدي نحن لا نريد إلا أن يكون هناك استقرار للوضع وتوحيد هذه الأجهزة تحضل نظام واحد تحضل سلطة واحدة ووزارة الداخلية إحصائية تقول أنه في سجن المنصورة الوحدة يعني أكتر من ألف سجين بينما السجلات تؤكد أنها 350 سجين طيب سجون التحالف سجون الشرط في مساقين نبحث عن وضعهم القانوني يخرج المجتمع المدني عن صمته مع تفاقم قضايا الإخفاء في ظل إجراءات أمنية تكافح الجماعات التي تعمل على إخلال الأمن مع التباس هذه الإجراءات بالكثير من المظالم والتعسفات آدم الحسامي قناة بلقيس عدن